تحية عاترة إذن مداخلة جديدة بعمل المساويت ليست مفيدة فقط إنها أيضا واجب أخلاقي وقد ما بالنسبة ليقترح توماس سانك لون الفيلوسوف الرئيسي رغم قلت مع معرفة القرى الناتقين بالفرنسي به تفسيرا جديد لذرورة المساويت باسم المطالبة المشروعة بالإحترام ولد توماس سانك لون عام 1940 في انديانا بوليس وكان أسلذ الفلسفة الأخلاقي أولا في جامعة برانستون من عام 1966 إلى 1984 ثم في جامعة هارفارد حتى تقع عودها في عام 2016 بعد أطروح مخصصة لمنطق الرياضي تحول إلى الفلسفة السياسية والنظرية الأخلاقية يعتبر عمله في المتحدة كبيرا ومهما لذلك لا يسعى المرء إلا أن يتساءل عن الأسباب التي جعلت القرى ناطقين بالفرنسية لا يعرفونها قبل الترجمة الحالية لفكتور مارديلات لماذا نعتبر المساويت مهمة؟ نشر الكتب باللغة الإنجليزية عام 2017 اختار اختبار التسامح مجموعة من المقالات نشرت بين عام 1972 و 2001 وترجمت في عام 2018 إلى الفرنسية أي بعد 15 عام من النشر الأصل لكننا سنترك الأمر للأخري لتفسير فتورنا تجاه توماس سكان لون بعد كل شيء انتظر راولس ونظرياته في العدالة المزيد لكي يميت اللي ثام عن هذا الفلسوف على رغم تعددية اهتماماته يمتلك فكر سكان لون واحدة لا تقبل الجدل يبدو لنا أنه يمكن فهمه من حيث الواقعية بالنسبة للأسباب كما تم الدفاع عنه في 2014 في أن تكونوا واقعين بشأن السبب هناك أخاق مغيارية غير قبل الاختزال مستقلة عن مواقفنا تجاه أسباب تصرفنا هي جزء من الواقع وإنها تشكل موضوعا معرفيا واحد من بين أشباب أخرى ومع ذلك السبب ذو الطبيعة علائقية لأنه يعتمد على وجود كائنة قادرة على التحرك بواسطتها على رغم أهمية هذه النقطة كون مساوية سكان لون نفسها كما سنرى ذات طبيعة علائقية لا يمكن تطويرها دون الإبتعاد عن إشكالية العمل الذي تمت مرجعته هنا نبدأ أيضا ما طبيعة هذا المساوية هل هي مساوية سياسية مساوية قانونية مساوية إيتيقية أخلاقية ينتمي إذن النقطة الأولى تعاقدية أخلاقية ينتمي سكان لون إلى الطيار التعاقدي والذي بمجيبه يجب أن يشكل العقد أساس الرابطة الإجتماعية لكنه متعاقد إيتيقي متعاقد أخلاقي في عين يتخيل راولس موقفاً افتراضياً اسمه الموقف الأصلي يجد فيه أفراد المجتمع أنفسهم وهم الذين سيقررون المبادئ الأساسية لتعايشهم يتخلص كان لون عن هذه الفكرة وعن هذه الفرضية عن فرضية الموقف الأصلي باعتبارها موقف افتراضي بقدر ما حسب قوله ليست الميزة العقلانية لكل فرد هي التي يجب أن ترشيده ولكن الإدعاعات المعقولة للأفراد وعبارة أخرى ما يمكن للآخرين أن يطلبوه بشكل شرعي ولكن أيضاً ما يمكننا رفضه بشكل شرعي وهكذا في كتابه ما ندينه فيه لبعضين البعض الذي نشره سنة 1998 وهو كتاب أشاد به فيليب بيتيد باعتباره يقدم نظرة جديدة حول القضايا التي تمت مناقشاتها لألاف السنين هذا الكتاب هو حدث فلسفي وفقاً لتوماس نانجين يرسم سكانلون حدود عالم الأخلاق حدود عالم الإتيقة بمعيار التبرير التسويق إنها مسألة إيجاد مبادئة ليمكن أن يرفضها الآخرون بشكل معقول إذا كان هذا مع ذلك يشاتر من الدافع لإيجاد اتفاق معقول هذه الفكرة التي تتعارض مع وجهة نظر هوبس وقائلة بأنه سيكون من المنطقة أن تؤسس معايير التفاعل الاجتماعي على تعظيم المنفع الفردية يدعي إرث رسوء الذي يعتبره سكانلون مركزياً في التقليد التعاقدي إنه أسيسي لأنه غير مشتق من مبادئ أخر على سبيل المثال من حقاق أخلاقية أخرى بالنسبة لسكانلون فإنه واجب الأخلاق تجاه الآخرين له الأسباقية على إعتبار آخر كما أن تعاقدياته مبنية إلى حد كبير ضد النفعية التي تجعل الاهتمام بعواقب أفعالنا من الممكن تعظيم القيام مثل الرفاهية هذا الهدف الذي يؤسس العمل على إعتبارات غير شخصية على سبيل المثال للحالة التي تحتع على أكبر قدر من الرفاهية لا يتمتع أي فرد معين بهذا المجموع وفقاً لسكانلون بعيداً جداً عن ما يحفزنا حقاً على أرض الواقع الحياة الأخلاقية اهتمامنا بمصالح الآخرين وتعلقنا بعلاقات شخصية قائمة على مبدأ التبرير المتبادل تسويغ المتبادل في ذوء هذا المثال العلاقي يجب تفسير الاعتراضات على عدم المساوات التي يفحصها في لماذا تعارض عدم المساوات كلها مرتبطة بالأسباب التي لدى الأفراد لمعارض أنواع العلاقات الشخصية التي تؤدي إليها بعض أوجه عدم المساوات أو التي تؤدي إلى ظهور بعض التفاوتات التي تستمد طبعها الإشكالي من الناحية الأخلاقية مما هو مشكوك فيه في نوع العلاقة بالآخر الذي يولدها نبدأ إذن يعني ما طبيعة هذه الأفكار التي نادي بها سكانلون والتي تشعل منه من كتابه ما ندين به لبعضنا البعض الذي نشره ست 1998 والذي أشد به فيليب بيتيت واعتبره طوماس نقال حدث فلسفي حدثها من فلسفية يعني ما الذي يجعل هذا الكتاب مهم جدا هو يقول اهتمامات مشتركة نفس الاهتمام الناس لهم نفس الاهتمام لهم اهتمامة مشتركة ولذلك يتحاقدون هذا الأرقية في جماعة كانساس عام 1996 ظهر بالفعل خصائص الأساسية للمساوات عند سكانلون أنه يطرح هدفاً لعباً دوراً كبيراً كما يقول في الفكرة الراديكال للمساوات ألوه هو مجتمع يرا فيها الناس بعضهم البعض لقدر المساوات يكمل أساس أسباب معارضة الإختلاف بين ما لدى البعض وما لدى البعض الآخر في المطالبة باهتماماً متساوي إنها قاعدة أساسية تتمتع كما أشار رونالد دوركين بوضع الحق الطبيعي أي حق نتمتع به ببساطة كبشر يشبه على الدولة أن تعامل المواتنين بقدر متساوي من الرعاية والاحترام من الذي سيدعوه دوركين في أهل الحرية ومساوية مصدر الصراع سبب الصراع تؤدي إلى الصراع مبدع الفردية الأخلاقي تشير هذه الحقوق في الاهتمام المتساوي والاحترام المتساوي قبل كل شيء إلى الحق في المعاملة على قدم المساوات إنه الحق في الاحترام والاهتمام على قدم المساوات وهو أمر بديل فهو ليس حق مع الآخرين إنه جور الشرعية نحن نعلم أن دوركين هنا يعني دوركين يعني يهاجم الفكرة الشائعة القائلة بأن الحرية والمساوية هي المبادئ الأولى التي سنضطر إلى وصف علاقتها بالمصطلعات المعارضة أو التبعية أو التقييد المتبادل ولكن هذا ليس هو الحال إذا كنت مساوية مبدأا تأسيسيا فذلك لأنها تنطلق في جوار على الاستقلالية والتي تعود بوعدا تأسيسيا من هذا المنظور لا تخضع الحريات الأساسية للمساوية بل تنطلق منها لا يمكن الاعتراف بحق المساوية في الكرامة وحق رسمي إلا من خلال الحق في المساوية في المعاملة يلقى تحليل دوركين يعني يلقي الثوء على سكانلون يعني دوركين هو الذي سيشيد بسكانلون ينص الأخير سكانلون صراحة على أنه في نفس المنظور والذي يوفر إطارا يناسب جميع الاعترافات على عدم المساوية التي يتم دراستها بالنسبة لدوركين وسكانلون فإن الحكم على قصور السوق لا يستند على اعتبارات اقتصادية بل أخلاقية يعني إذا كانت هناك مشكلة في السوق يعني إن كمش تضخم كسد مشاكل في التوزيع فالأمر لا يتعلق بالمصالح الاقتصادية ولا أنه ما بالواجبات الأخلاقية وهذا ما نشهده إذا كان السوق قاسرا فذلك لأنه يسمع في توزيع الموارد بالتمييز بين الأفراد دون أهمية أخلاقية والأهم من ذلك أن الفيلسوفين يسألان النفسية ما نفس السؤال كيف يمكننا التعزيل المعاملة المتساوية دون التسائل عما يجعل الحياة جديرة بالاهتمام هذا يتضاءل إذا كنا نعيش في مجتمع غير عادل لذلك لدينا مصلحة شخصية في تعزيز العدالة بالنسبة للعقد الأخلاقي التعقدي الأخلاقية هناك علاقة جوهرية بين التصرف الأخلاق والاهتمام بالآخرين والمساوية في الاهتمام هي منطقين حول موضوع المهم وجدير بالاهتمام سكالون حساس للنقطة القائلة بأن الاهتمام متساوي يمكن أن يؤدي إذا حرم الجميع من ميزل على أساس أنه لا يمكن الجمال استفادة منها إذا سبق نحو القاع سقوط والإنحدار والتفكه مثل أوليك الذين يجعلون المساوية مثلا أخلاقي مثل توماس ناقيل أو هاري فرانكفورت أو حتى ديريك بارفيت حتى لو كان الأخير يميز بين المساوية والأولوية إذا كان لهم أن الأولوية يجب أن تعطل المحرومين وليس لإرضاء شخص معي دون مراعاة لحالة الفئات الأكثر حرمانة إنه لا يأسف كثيرا لوجود أشخاص محرومين أكثر من غيرهم على رغم أن حقيقة أن المجهول أسوأ من مجهول آخر قد تكون مشكلة أخلاقي شخص أول وفي حالة سيئة أكثر من شخص الثاني قد تكون مشكلة أخلاقي لكن هؤلاء أسوأ حالا مما هم عليه وبالتالي فهو غير ملزم بالاعتراف بأنه سيكون من الجيد القضاء على عدم المساوية من خلال خفض مستوى إذا كان بإمكان أسوأ حالا المطالبة بالحق في الارتقاء المستوى آخر فقد يطالبون بخفض الآخرين إلى مستوىهم أن نموذج الاهتمام المتساوي بعيدا عن التعارض مع المساوية في التوزيع يوفر أساسا له لكن الكثير من اهتمام تحليل سكانو ينبع من مفهومه تعددين المساوية الاعترافات المختلفة على عدم المساوية على رغم تدخلها تلجأ إلى أسس متميزة هناك أسباب لمعارض العنصرية وغيرها من المواقف التميزية التي تكون مستقلة عن أسباب ومعارضة الآخرين الذين يتعرضون لأنواع شتى من الأذاء حالة عدم المساوية وشروط الإنصاف لدينا أسباب قوية لدفاع المساوية في التوزيع يتعلق الأمر بحقيقة أن عدم المساوية تخلق اختلافات ووصمة في المكان وبالتالي في أن المساوية التوزيعية ذات قيمة بسبب آثار على العكسة على سبيل المثال أطروح التي دافع عنها ديريك بارفيت والتي تفيد بأنها ذات قيمة في حد ذاته الأسباب التي ينشدها سكانلون هي على وجهة تحديد مخاوف تتعلق بالمساوية مثل ضرر الاستغلال والسيطرة وبشكل عام الاختلافات في المكان الوضع غير متكفئ هو سبب رئيس لمعارضة عدم المساوية حالة العامة هي حيث يحرم الناس من الوصول إلى الصلاع أو الحقوق على أساس الخصاص الجنس أو اللون البشرة والتي يمكن أن تبرر التمييز تتضمن العديد من أشكال التمييز أخطاء جوهرية حول أهمية بعض الخصاص الفردية مثل جلد اللون الجلد يعني ملون أبيض أسفر أسمر أو أسوأ يمكن أن تؤدي عدم المساوية الاقتصادية أيضا إلى عدم المساوية في الوضع وبالتالي دون وجود تمييز أو دون أن تكون في مجتمع الطبقي هذه نقطة أثرة عليها أدام سميث غالبا ما يميل الأشخاص بمكان الدنيا إلى استيعاب دونيتهم أحد الأسئلة التي أتراحها سكانلون هو شرعية معارضة للتغيير من جانب أصحاب الامتيازات قد تستند هذه معارضة على المنفع الاجتماعي لوظائف معينة ولكن من الذي يقرر المواهب التي تسحق التشجيع وبافتراض أن الفائدة التي تجنيها ممارستهم للجميع معروضة يبقى ضمان الامتيثيل للعدالة الإجرائية فقد قدرة على تحقيق الهدف يجب أن تأخذ في الاعتبار تأخذ على محمل الجد من الضرورة أيضا أن يكون جميع المرشحين للوظيفة قد استفادوا من شروط المنصبقة الجيدة بما يكفي للتمتع بفرص كبيرة أي الإمكانيات الحقيقية لتطوير القدرات اللازمة التي يتم اختيارها إذن النقطة حاسمة لأنها تدعو إلى تشكيك في المفهوم المشترك للجدارة موقف سكان لهم متطرف قصويا قد تمت سياغة مصطلح الجدارة لأن التأكيد على تكافئة الفرص والإشارة إلى أنها قد تحققت إلى حد كبير يمكن أن يعزز عدم المساواة في المكان التي يمكن التعن فيها حيث يكون أولئك الذين لا ينجحون في التنافس على المناسب المتميزة ينظر إليه عموما لأنه أدنى مرتبة اجتماعية من أولئك الذين يفعلون ذلك أن حجم دخلنا لا يعكس مستوى الكمال الأخلاقي لدينا بل من الضرورة أيضا ضمان شروط العدالة السياسية بمعنى أخذ للحد من أثار الثروة الاقتصادية على العملية السياسية والواقع أن أحد الاعتراضات المهمة على عدم المساوية الاقتصادية هو أنه يقوض عدالة المؤسسات السياسية وهكذا يحرم المواطنون الفقراء من فرص للتأثير على نتائج الانتخابات بينما يمارس الأغنياء نفوذا غير متناسب ومع ذلك فإن هذا يلسك الحجة الحاسمة وفقا لسكنلون يعود سبب الأخير إلى ظروف خلفية للعدالة السياسية تؤدي تفاوتات الاقتصادية إلى عدم المساوية في الوصول إلى وسائل التعبير الرئيسية وتجعل التأثير الفاسد ممكنا ولكن بصرف النظر عن حقيقة أن مستوى عدم المساوية الاقتصادية ينتج أثارا غير مرغوب فيها يجب أحيانا اعتباره غير عادل في حد ذاته إذن بعد ذلك نأتي إلى لماذا عدم المساوية غير مبررة لقد رأينا أن الجدار الأخلاقي لا تبرى عدم المساوية بشكل عام هذه قابل للطعن عندما لا يمكن تبرير الأليات المؤسساتية التي تولدها بشكل مناسب يقول سكنلون أن المؤسسة غير عادلة إذا كانت تنتج اختلافات كبيرة في الدخل والثروة لا يمكن أعطاء سبب كافي لها وتجرى الإشارة إلى أن هذا الموقف القريب من موقف راولز يختلف عن موقف جيرار كوين الذي يعتبر تفاوتات غير ناتجة عن الاختيار الظالمة في حد ذاتها بغض النظر عن خصاص المؤسسات التي تنتجها وبالتالي في أن العدالة بالنسبة لكوين ستتمثل في تحييل أثار صدفة كون الي نصيب الجيني غير عادل في لا مبرر لنا المطالبة بأدنى لقبل المواب والقدرات التي نحملها لكن ألا تنسب هذه المقاربة أهمية للمسؤولية الفردية التي يرتبط بها كوين مع ذلك لذلك قد يبدو أقل جاذبية من مساوية سكنلون يمكن المرء بسبب الأسرار المشترك على الإنصاف الإجرائي أن يجعل سكنلون أقرب إلى الليبرتاريين هذه المقارنة غير ذات سيدة في حين أنها هيك يعتبر نتائج عادلة إذا كنت تنطلق من التشغيل الحر للسوق في حين سكنلون مثل راوس ومبدأ الاختلاف الخاص بيه يفرض قيودا عن مساوية على الإجراءات المبررة التي لا يعترف بها هيك بالطبع تتعانق هذه القيود بذراء بإعادة التوزيع الضرورية لمكافحة تفاوتات غير العادلة ولكن قبل كل شيء إليه التوزيع المسبق قبلي يمكن تعرف هذا الأخير على أنه تدخلات من المراجحة أن تضع الناس في مواقع أكثر مرائمة قبل دخولهم سوق العمل وبعبارة أخرى لسماح بتوزيع أكثر إنصاف للتكاليف الإنتاجية الاقتصادية لذلك من الأهمية بما كان كما يشير سكنلون منذ فهم ما هو غير عادل في القوانين والمؤسسات التي تعزز عدم المساوية وكيف يمكن تبرير تخيير هذه المؤسسات لتحقيق قدر أكبر من المساوية وتشر الإشارة إلى أن هذه التوزيع صالحة على المساوى العالمي في وقت مبكر منذ عام 1973 في تحليل نظرية العادلة اقترح سكنلون تطبيق مبدأ راولز للاختلاف على النظام الاقتصاد العالمي نتيجة ترفر راولز نتيجة التبعات أطروحاته لآن نأتي إلى الخاتمة من المهم أن نلاحظ في الختام أن العديد من المؤلفين المعاصرين يضعون أعمالهم في تال قريب من فلسفة سكنلون سياسية هذا على وجه الخصوص حالة برايان باري مولود 1936 متوفي 2009 والمكان التي يعطيها للرغبة في الحياة في تبرير مبادئ العادلة افتراض المساوية والمنفع المتبادل تماما مثل معارضاته للجدارة يمكن ترشمتها بسهولة إلى مفردات سكنلون يشبه أن نذكر أيضا مساهمات مارتين أونايل التي لا تقتصر بأي حال من الأحوال على تعليقات المنيرة على فكر سكنلون ولسهما من خلال إضافة كلمة ختمية قيمة للغاية وفوق كل ذلك تستفيد من عدة حواشي قدمها المترجم فيكتور ماردوليت وهو بالتأكيد أفضل متخصص فرنسي في توماس سكنلون من الصعب الآن على الفلسفة السياسية الناتقة بالفرنسية تجاهل هذا العمل الأساسي لسكنلون إذن شكرا جزيلا على حسن متابعاتكم كنا بسدد الحديث عن مفهوم المساوات ليس فقط مفيد مفقات بل أيضا واجب هو واجب أخلاقي شكرا إلى اللقاء شكرا للمشاهدة